السلام عليكم قامت شركة أوبو التابعة لمجموعة بي بي كاي في الخارج بكشف الرسمي عن سلسلة أوبو رينيو سيفن الجديدة حيث كشفت الشركة عن سلسلة متمثلة في ثلاث هواتف تنضم للمنافسة في الفئة المتوسطة بدعم كامل لشبكات الجيل الخامس وتم تقديم الهواتف بشكل رسمي داخل السوق الصيني على أن يتم تقديمها عالميا قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو الهاتف الأول من هذه النسخة مواصفات أوبو رينيو سيفن أبعاد الهاتف 156x72x7 مليمتر وزن الهاتف 185 جرام خامات خارجية من البلاستيك البولي كاربونات بالكامل الهاتف يدعم تركيب شريحته اتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميمواري شاشة من نوع آموليد بحجم 6.43 بوصة بضيقة 1080x2400 بيكسل بجودة Full HD Plus مع كثافة البيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة وبأبعاد عرض 20 على 9 وسطوح 600 شمعة ومعدل تحديث 90 هيرتز والشاشة كاملة والسيلفي موجود في ثقب في أعلى اليسار مع وجود طبقة حماية كورني غوريلا غلاس الجيل الخامس على الشاشة معالج كوالكوم سناب دراجون 778 جي ثماني النوات الأربع الأقوى من نوع كريو 670 بتردد 2.4 جيجا هاتز دقة تصنيع المعالج 6 نانومتر والمعالج الرسومي هو هادرينو 642 أل نظام التشغيل أندرويد 11 مع واجهة أوبو كولر أو أس 12 8 جيجا رام مع 128 جيجا أو 256 جيجا أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام الذاكرة الداخلية من نوع UFS 2.1 والرامات من نوع LPDDR4X كاميرا أمامية واحدة بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 تدعم البانوراما وتدعم تصوير فيديوهات بجودة ب30 إطار في الثانية مع دعم للمثبت الإلكتروني كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.7 بمستشعر OV64B الثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية 120 درجة الأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 وهي ماكرو للتصوير عن قرب الهاتف يدعم Flash LED ويدعم HDR والبانوراما ويدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160P ب30 إطار في الثانية السماعات الخارجية Mono الهاتف لا يدعم منفذ السماعات 3.5 مليمتر الهاتف يدعم مستشعر NFC بصمة الإزبع موجودة أسفل الشاشة الهاتف يدعم الفتح عن طريق التعرف على الوجه بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4500 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 60 نوات مع دعم للشحن الأكسي ويتم شحنها عن طريق USB Type-C ألوان الهاتف الأسود والأزرق والذهبي تم تسعير هاتف أوبورينيو 7 الجديد في السوق الصيني بشكل رسمي للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 420 دولار أمريكي أما النسخة 256 مع 8 جيجا رام بسعر 470 دولار أمريكي أما للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 515 دولار أمريكي مواصفات أوبورينيو 7 برو جاء الهاتف ببعض الفروقات البسيطة عن رينيو 7 النسخة العادية وهي كالتالي نفس الشاشة بحجم 6.55 بوصة تدعم سطوع يصل إلى 920 شمعة وتدعم الـ HDR10 بلاس وكثافة بيكسلات 402 بيكسل لكل بوصة أما المعالج يختلف عن النسخة العادية فيأتي هاتف أوبورينيو 7 برو بمعالج دايمنستي 1200 ماكس ثماني النواة بتردد أقصى 3 جيجا هيرتز مع معالج رسومي ARMG77 MC9 مساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام أو 12 جيجا رام والذاكرة من نوع UFS 3.1 العدسات الخلفية الأساسية بديقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 بمستشعر سوني آيماكس 766 سماعات الهاتف الخارجية ستيريو نفس البطارية لكن بدعم لسرعة شحن 65 وات تم تسعير هاتف أوبورينيو 7 برو الجديد لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 580 دولار أمريكي أما لنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 625 دولار مواصفات أوبورينيو 7 ساي مقارنة بمواصفات أوبورينيو 7 العادي يقدم رينيو ساي 7 القليل من التنازلات والتي تتلخص في التالي معالج ميديا تيك دايمنستي 900 ثماني النوات الأثنين الأقوى من نوع كورتكس أي 78 بتردد 2.4 ودقة تصنيع المعالج 6 نانومتر والمعالج الرسومي مالي جي 68 مساحة تخزين 128 جيجا أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام والذاكرة من نوع UFS 2.2 كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.7 والثانية 2 ميجا بيكسل ماكرو والأخيرة 2 ميجا بيكسل للعزل كاميرا سيلفي واحدة بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 الهاتف لا يدعم مستشعر الانفسي نفس البطارية لكن سرعة الشحن 33 واط تم تسعير هاتف أوبو رينيو 7SA الجديد بشكل رسمي للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 345 دولار أمريكي أما النسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام تم تسعيرها بسعر 375 دولار أمريكي ترجمة نانسي قنقر